هذا الاجتماع التنويري الذي دعا إليه والي ولاية إنيدي غرب إدريس قد أبد الرحمن والذي حضره المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب عن الذهب آدم نوكي شرف الدين وكذلك شيوخ التقليديين وبعض الأهالي فضلا لمسؤول الشركات العاملة في مجال التنقيب عن الذهب في منطقة وادي سلا والتي تبعد ثمانين كيلو متر من مدينة فدة الاجتماع كان بهدف تقديم حصيلة نتائج أعمال بعثة التنقيب والتحقيق المتعلقة بالتقص حول مخاوف الأهالي من المخاطر البيئية جراء عمليات التنقيب عن الذهب وعليه فقد طمأن والي إنيدي غرب إدريس قد أبد الرحمن الأهالي بأنه تم اتخاذ إجراءات من شأنها تساعد في الحفاظ على البيئة منها احترام القوانين الخاصة بالتنقيب عن الذهب مع عدم استخدام المواد الكيموية الصادرة عن التنقيب وإن أعيدات التنقيب تصب في صالح الولاية ونجاحها أما المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب عن الذهب آدم نوكي شرف الدين أعرب عن ارتياحه للتوصل لصيغة التفاهم من قبل الأهالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة